نيجي للكارثة التانية التي وبفضل الله بعد أعوام من فض ربعة ومحاولت غسل إيده من الفض وغسل إيده من الثورة واتهام الصوار وحكاية التمنمية اللي دخلوا من فلسطين علينا اللي قال عليه المبارك الله لا يعطيه العافية الكلام ده كله جاءت هذه المقابلة لكي ترسب حدا فاصلا وتعيد الكرة إلى الملعب الأول وهو اتهام عفتاء السيسي بقتل المتظاهرين في رابعة وهذه الحقيقة هي البشرى الأولى في العام 2019 ويمكن هي هذه السبب مع السبب التالي اللي أقوله لك بإعلاقته مع إسرائيل اللي خل السيسي يرسل في المدائن حاشرين امنعه سي بي اس من نشر المقابلة وخل السفير بتاعه يكلم سي بي اس وقال لهم المقابلة أصل فيها مش عارف إيه أصل إيه أصل إيه قالوا له اسمع إحنا هننشر المقابلة يوم الحد معدنا يوم الحد الساعة ستة سبعة مساء نتقابل أنا وإنت والسيسي على قناة سي بي اس وتشوفه عفتاح وهو بيتغسل ياه طبعا عشان المقابلة دي أنا بكلمك النهاردة الراجل هو كاتب لك الانترفيو بي برودكاست طيب سؤال قبل مخوض في مسألة رابعة وإزاي أن رابعة بتشكل عنصر ألأ لهذه لما حدث في الموضوع ده عفتاح السيسي سؤل عن رابعة فأجابة إجابة مختلفة وجديدة إنه خايف ما زال ما زال خائفا من فكرة إنه يتحط اسمه في ملف رابعة بيقولي بقى سيدي بتقول في المقابلة إنه هو قال كان هنالك كان هنالك الآلاف من المسلحين الأشخاص المسلحين في الاعتصام الذي دام لأربعين يوما لقد حاولنا بكل السبل السلمية فضهم عفتاح السيسي يقول كان هناك آلاف المسلحين طبعا الكلام ده غلط لأنه ما كانش فيه آلاف المسلحين بنص تقرير محمد إبراهيم بعد الفض مباشرة الجريدة القناعة بتقولك والله إنه وفقا لكلام وزير الداخلية كان عدد المسلحين لا يتجاوز الدازن يعني حوالي الايه اللي اتناشر واحد عايز أقولك حاجة إن الفيديو بتاع محمد إبراهيم كان بيقول يا جماعة الخير ضبطنا في رابعة في رابعة اللي مات فيها على أقل تقدير هم بيقولوا ألف وهي آلاف ضبطوا فيها ايه تسع قطع سلاح واحد طبانجة وخمسة فرد محلي يعني كل ده كله يطلع كامل يا أستاذ خمستاشر قطع سلاح وعلى العكس ذكر إن النهضة كان فيها سلاح أكتر من ايه من رابعة فسأله المزيع ساعتها ساعت ما قالوا هكذا قالوا الكلام ده اللي حالك بتقوله ده ما كانش فيه عدد كبير حسب وزير الداخلية هل هذا مبرر لقتل أكتر من ثمنمية هنا أسقط في يده وده السؤال الجوهري اللي بيعيد مرة تانية وجه عبد الفتاح السيسي الحقيقي إلى الإعلام الغربي وهو وجه القاتل باعترافه هو لأنه حضرتك حاول عبد الفتاح السيسي على مدار ست سنين يغسل سمعته بالأموال السعودية والإماراتية والمخابرات المساد الإسرائيلية وإنه بطل وإنه ما عملتش حاجة وقال يا مقال إحنا ما اعتدناش على حد وما موتناش حد وما خلناش حد وما عملناش حد وما أزلناش حد وإحنا مخلصين والله العظيم كل دا عمله وروح في اتجاه التعاون مع الصهاينة وقدم ليهم خدمات هائلة ودخلهم على السعودية وعلى الإمارات ويمكن دخلهم يكون السبب في دخولهم على إسرائيل وارث جدا على السعودان آسف هوريك الفرق بين القتلى لما يختلفوا أفتح السيسي ألف المقابلة آلاف المعتصمين المسلحين